السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم في هذا الفيديو سنحل الوظيفة رقم 2 في الرياضيات لأضع لكم الوظيفة رقم 3 الآن قبل ما نحل الوظيفة رقم 2 تابعوا معي نتعرفوا على هذه القناة قناة متداول حاليا تراند ناو هي قناة إخبارية تنشر آخر أخبار العالم في فيديوهات قصيرة بحيث ستبقون على الطلاع دائم على ما يحدث يوميا في العالم أحداث العالم تجدونها مختصرة في فيديوهات قناة متداول حاليا اختصروا كل القنوات الإخبارية باشتراككم في هذه القناة تجدون الرابط في صندوق الوصف هذه هي فيديوهات هذه القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس الرابط تجدونه في صندوق الوصف ننتقل الآن إلى حل الوظيفة الوظيفة رقم 2 الأولى متوسط التمرين الأول اكتب بالحروف العدد اعطونا هذا العدد عدد عشر وقالوا لي اكتبه بالحروف اعطوه لي بالأرقام 1500.05 نستطيع نكتبه بهذا الشكل 1000 كما قلت الآن و500 فاصل صفر أربعة أو نقدر نقول 1500 وأربعة أجزاء من مئة نحضر أنها أربعة أجزاء من مئة هنا با اكتب بالأرقام العدد ثلاثة وسبعة وعشرون جزء من ألف معناها عندي ثلاثة و معنتها فاصل سبعة وعشرون ما عنديش عدد ثلاثة وسبعة وعشرون ما عنديش إذن الواهة دي معناها انتقلت من مرتبة إلى مرتبة المرتبة هذه ثلاثة على الأحد Germany و 27 جزء من 2000 معناها عندي 27 كيفش نعرف أنها جزء من 1000 كم الصفر عنده عنده ثلاثة أصفر معناها بعد الفاصلة لازم يكون عندي ثلاثة أرقام هنا عندي 2 معنتها هادي 27 رأيجز من مئة لأنه المئة هي اللي عندي هازوش أصفر لازم نحط fifth ministro هون با Украї باش يقول عندي ثلاثة أصفار ثلاثة أرقام بعد الفاصلة إذن هنا يا ثلاثة وسبعة وعشرونة جزء من مئة نروحوا إلى جيم نطلبوا مني مدور العدد نكبر لكم الصورة هكذا باش تشوفوا الأسئلة جيم طلبوا مني مدور العدد خمسة فاصل أربعة إلى الوحدة وحطيت لكم ما معنى المدور في الفيديو حاوسوا مع الفيديوهات تارياضيات المدور هو المدور إلى الوحدة نروحوا نشوفوا أول رقم بعد الفاصلة إذا كان يساوي صفر واحد تنين ثلاثة أربعة المدور يكون هذا الجزء الصحيح إذا كان خمسة فما فوق خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يكون الجزء الصحيح زائد واحد هذا وش معنى المدور إذا هنا عندي أربعة أربعة أصغر من خمسة المدور هو خمسة ثم هنا مدور العدد أربعة عشر فاصل ثلاثة وستون نشوفوا أول رقم بعد الفاصلة عندي ستة ستة أكبر من خمسة إذا هو الجزء الصحيح زائد واحد أربعة عشر زائد واحد تعطيني خمسة عشر هذا وش معنى المدور دال قالوا لي أكمل ما يلي ماذا نكمل؟ رحضوا هنا عندي التفكيك هنا لازم كل رقم نعرف المرتبة تعوي لأنه كل رقم رهو مضروب في المرتبة فنزيد نكبر لكم شوية الصورة إذا هنا وش عندنا؟ عندنا الفاصلة هاي هنا إذا أربعة هادي هي رهي أحد مضروبة في واحد والواحد هادي رهي عشرات ستة رهي جزء من عشرة وثلاثة هادي رهي جزء من مئة الآن واحد مضروب في عشرة لأنه عشرات ثم عندنا زائد أربعة أربعة مضروب في واحد لأنه أحد ستة مضروب في واحد على عشرة لأنه جزء من عشرة أو نقدر نقول ستة في صفر فاصل واحد لأنه واحد على عشرة يساوي صفر فاصل واحد زائد ثلاثة في جزء من مئة أو نقدر نقول ثلاثة في صفر فاصل صفر واحد لأن 1 على 100 يساوي 0.01 نفس الشيء هذه صحيحة وهذه صحيحة نروح الآن إلى التبريد الثاني التبريد الثاني هذا عليه 4 نقاط إليك المستقيم المدرج التالي هذا المستقيم نقص شوية الصورة بش يكون أنه المستقيم كامل إليك المستقيم المدرج التالي أولا اقرأ فصلتين النقطتين A و B A هي هذه نحن كنا في الوظيفة رقم 1 كنا كيكون عندي مستقيم مدرج نشوف الوحدة تاعي هنا الوحدة المفروض كان البداية تحاملنا لكن أنا خدناه في الثمانين هذا خدينا فقط هذا الجزء إذن هنا يا عندي هذه 2 2 و A جاءت مباشرة بعد الوحدة 2 معناها الجزء الصحيح اللي A كي نكتب هنا يا A ندير قوس نكتب 2 ثم نحسب كم الجزء صغير بعد 2 عندي 1 2 إذن 2 فاصل 2 أجزاء من 10 و نغلق القوس هذا فيما يخص النقطة A الآن نروح إلى النقطة B نكتب B نفتح قوس و نشوف B أين هو B وراه هنا لاحظوا هذا هو B دن هو أربعة نكتب هنا أربعة ثانيا مش طلبوا مني؟ علم على المستقيم المدرج النقطتين C و M حيث C فاصلتها 4.7 و M منتصف A C ثم اقرأ فاصلة M إذن C أعطوها لي هنا أربعة فاصل سبعة نروح نعينه C أربعة هاي أربعة ثم فاصل سبعة معناها سبعة أجزاء صغيرة سبعة أجزاء من عشرة بعد أربعة نحسب سبعة 1 2 3 4 5 6 7 هذه C أربعة فاصل سبعة ثم قالوا لي M منتصف A C وراهي A هذه A وهذه C نحسبو كم وحدة كاملة بين A و C عندي من ثلاثة إلى أربعة وحدة كاملة بينما هنا A يخصوها زوج أجزاء باش تكون كاملة من ثنين إلى ثلاثة لاحظوا هي من ثنين إلى ثلاثة لكن يخصوني زوج أجزاء نديها من هنا لاحظوا هنا أربعة ونصف وثم عندي زوج أجزاء زيادة باش تلحق هنا النصف هاد الزوج هادو هما نجيبهم من هاد الجهة باش يكونوا عندي زوج أجزاء تامة ونصف إذن البعد بين A و C هو شحال أنه تنين ونصف مفهوم؟ الآن تنين ونصف هاده نصف تاحا نصف تاحا كم يساوي؟ يساوي واحد فاصل خمسة وعشرون معناها كيف هنديرو؟ نديو وحدة كاملة من A إلى هنا وحدة كاملة لأنه لاحظوا يخصوني هنا زوج أجزاء باش تكون عندي وحدة كاملة وحدة كاملة ثم نديو زوج أجزاء من عشرة لحدة تنين لقدام الفاصلة هنا وحدة كاملة ثم نديو زوج أجزاء حتى هنا ثم خمسة من عندها النصف هنا هذه هي M يعني نوعا ما لكن هذا هو المنتصف ونصف هنا عندنا M هذه هي M ثم قالوا لي ثم اقرأ فاصلتها فاصلة M لحظة عندي 3 هنا الوحدة هذه 3 ما لحقتش إلى النصف لحظة 3 ثم شحر عندي من جزء صغير واحد تنين تلاتة أربعة ثم المنتصف بين 4 و5 معناها 4 وهنا عندي 5 وخمسة وأربعون هذا هو M M هو ثلاثة فاصل ثم أربع أجزاء كاملة ثم منتصف ما بين الرابعة تدريجة الرابعة والخمسة كتكون المنتصف بينتهم نكتبوا خمسة هنا خمسة وأربعون هذه هي تدريجة M نروح الآن إلى ثالثا قالوا لي أرتب تصاعديا الأعداد العشرية التالية لحظوا أنه نفس الأرقام تتعاود الواحد والأربعة تتعاود في كل مرة لهذا هنا لازم نركزه قالوا لي رتب تصاعديا الترتيب يكون من هذا الاتجاه كما تعودنا تصاعديا معناها من أصغر عدد إلى أكبر عدد ونبدأ نصعد من أصغر عدد نبدأ نصعد إلى أكبر عدد الصغر عدد هنا لازم يكون الجزء الصحيح تاعه صغير هنا عندي 14 جزء صحيح كبير هنا عندي واحد عندي لي فيهم واحد هو الجزء الصحيح واحد صغير إذن رايح نقارن بين هذا العدد وهذا العدد وهذا هذا فاصل أربعة فاصل 1 أول رقم بعد الفاصل نقرنهم فاصل 4 أربعة كبيرة فاصل 1 صغير وفاصل 4 كبيرة إذن أصغر 1 هو هذا 1.14 نبدأ به أصغر هذا خلاص حطيناه الآن نقرنه ما بين هذا وهذا لأنه دائما الجزء الصحيح هو الصغير 1.41 و 1.4 هذا فاصل 4 وكأنه عنده 40 هنا لكي يكونوا عندي نفس عدد أرقام بعد الفاصل نقدر نضيف صفر هذا نقدره نضيفه هذا الصفر ونقرنه 41 مع 40 إذن 40 هي الأصغر نكتبه 1.4 هنا ثم أصغر هذا خلاص بقتلي 1.41 هنا أصغر ثم عندي أربعة عشر فاصل واحد وعندي إحدى عشر فاصل أربعة عشر الأصغر هو إحدى عشر نقرنه الجزء الصحيح إحدى عشر فاصل أربعة عشر أصغر من أربعة عشر فاصل واحد هو آخر عدد دائما نكمل الترتيب نحسب 1.2.3.4.5 لا ربما نست عدد 1.2.3.4.5 ما نست ولا عدد نروح الآن إلى أربعة قالوا لي أحسب بتجميع الحدود مش بانت هالحدود كتكون عندي عملية جمع هكذا كل عادة نسميه حد هذا حد هذا حد هذا حد وهذا حد وهذا حد عندي هنا 1.2.3.4.5 حدود نجمعهم قالوا لي أحسب بتجميع الحدود هي العملية لازم يكون المراتب نحترموا مرتبة الآحد تحت الآحد العشرات تحت العشرات ونجمع مفهوم نعطيكم الإجابة مباشرة أنتم ما تقدرون تتأكدوا منها تساوي 830.09 نروح الآن إلى تمرين الهندسة نعود نصوره باش نقرأ ونضروا الرسم إذن قرأوا مع بعض تمرين الهندسة التمرين الثالث عليه أربع نقاط دال مستقيم والنقاط إ ك آ ب نقط منه حيث عندنا بك يساوي ثلاثة ونصف سنتيمتر أ تنتمي إلى القطع بك وإي ك تساوي 2.4 سنتيمتر وش تلاحظوا 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 أنه نسموه ونعينه ونعينه بي بك أ تنتمي إلى قطع بك وما قالوا ليش يعني البعد بين بي وبين ك ما قالوش إذن مثلا نطعونيش تعليمة أخرى ندير آ هنا مهم تنتمي تكون بين ب وك ثم قالوا لي إي ك يساوي 2.4 سنتيمتر إي ك يساوي 2.4 يعني ما تلحقش إلى النصف هنا فاصل 4 هذي إي أن نقطة لا تنتمي إلى د يعني هذا المستقيم د مفروض نحطوا التسمية أو هكذا بين قلسين وقالوا لي أن لا تنتمي إلى د نحطوا أن هنا مثلا لا يهم هنا هنا المهم لا تنتمي إلى د ونكتب أن هني أعينت النقطة ديالي ثم وش قال لي قالوا لي أنشئ الشكل أنا ندمناها الشكل اتنين اذكر قطعتين من الشكل نذكر قطعتين من الشكل التي تكون مثلا قطعة كأي أو آي أو بي ك بي آكا لا يهم المهم نذكر قطعتين نباش توافق الإجابة توافق الحل النموذجي المرفق مع النموذج هذا نديروا بي آ المهم لازم نحط تحديد هذا رمز قطعة المستقيم ثالثا قالوا لي أذكر ثلاث نقط على استقامة واحدة شوفوا الاستقامة واحدة اللي رهي موجودة على نفس المستقيم هي على استقامة واحدة هذه على استقامة واحدة مع بي فقط ولا آ ولا ك ولا إ ما عنديش ثلاثة معها هنا في هذه المجموعة اللي نقدر نقول إما بي آ ك أو آ ك إ قالوا لي ثلاثة نقط أو بي ك إ المهم نختار ثلاثة نقط من هنا ولتكن هذا النقط ولتكن بي وآ وك لتوافق الحل النموذجي لكن ثلاثة منها دتفي بالغرض ثم قالوا لي أرابعا أنشئ باستعمال المسطرة النقطة أو منتصف إي ك أين هذا هو إيكا هذا هو إيكا قالوا لي ديري منتصف عيني النقطة أو منتصف إيكا يلا نعينوها ثم الدائرة ذات المركز أو إيكا قلنا أنها تنين فاصل أربعة مع أنتها واحد فاصل تنين هنا هذا هو المنتصف هذه أو بالمصطرة عينها ثم قالوا لي ثم الدائرة ذات المركز أو ونصف قطرها أو ك بالمدور نحط كيقولوا لي مركزها كيقولوا لي مركزها معناها نحط الشوكة في تلك النقطة اللي قالوا لي أنها المركز وكيقولوا لي نصف القطر معناها فتحة المدور إذن قالوا لي مركزها أو نصف قطرها أو ك مركزها أو ونصف قطر أو كمعندها الفتحة تكون هكذا من او الى كا. من او الى كا. ونرسم الدائرة. نرسم الدائرة. ثم اكمل ما يلي. اي كا بالنسبة اي كا بالنسبة ل او اي. لحظوا لانه هذه تساوي هذه. تقايز هذه القطعة. تقايز هذه القطعة لانه هذه منتصف. هذا له قطر وهذا له نصف قطر. اي كا هو القطر اي كا. او اي هو نصف قطر. معناها اي كا يساوي زوج مرات او اي. ثم قالوا لي بي اي يساوي بي كا زائد ماذا؟ لحظوا بي اي. منا من بي الى اي. يساوي بي كا زائد ماذا؟ زائد كا اي. لحظوا من هنا. من بي الى كا زائد كا اي تعطيني كل هذا. اذا نقولوا زائد كا اي. ثم لحظوا انو بي اي. رغم عوضو لي كا بي كا عوضو هالي بثلاثة ونصف لانهما قالوا لي انها ثلاثة ونصف. لحظوا هنا يا. قالوا لي انو بي كا يساوي ثلاثة ونصف. اذا نعوضو هالي بقيمتها. بالطول تحها. ثلاثة ونصف. وكا اي هنا. كا اي ولا اي كا هي تنين فاصل اربعة. طو هالي ايضا هنا لحظوا. تنين فاصل اربعة. نعوضوها ايضا تنين فاصل اربعة. كي نتجمعو. نتحصل على ماذا؟ خمسة فاصل تسعة. ثم عنا الهنية. قالوا لي. اي كا يساوي تنين او اي. و اي كا يساوي كم من او كا. اي كا مع او كا نفس الشي. يساوي تنين في او كا. و يساوي كي نضربها في او كا. احنا على بلنا انو اي كا يساوي تنين فاصل اربعة. اي كا. لو نعوضوها هنا يا. يعني اي كا يساوي تنين في او كا. و يساوي شحال من هنا الى هنا. اعطوا هالنا كا اي كم يساوي. اللي هي تنين فاصل اربعة. تنين فاصل اربعة سنتيمتر. فقط هذا وش فيها؟ لازم نركزه فقط هنا لانو سهلة فقط نتبعو ونشوفو اي طول. وش حال فيه من قطع المستقيمة ونشوفو المعطيات اللي عندنا. وعلى هاد الاساس نجيب. وبهذا نكون قد انهينا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.